لغات الحب الخامسة اللي هي ايه؟ كلمة والفعلة واللمسة والهدية انتوا عارفين الحاجة الجميلة في الهدية من لغات الحب ايه؟ انه فاكر الموعيد بتاعت المناسبات طبعا مفيش يعني حط على الكلندر عشان الموبال يرن قابليها بساعة 12 عشان تبقى فاكر عشان ما تتزنقش الحريم دايما فاكر نساء دايما فاكرة والبنات دايما فاكرة الموعيد انها مشاعر وهي دي الحاجات اللي بتفرحها بس مش الموعيد المناسبات فقط بتاعتكم يوم جوازنا يوم معرفتنا يوم اول يوم صمنا فيه اول يوم اتكلمنا اول يوم شفتك يعني مش كده بس كل واحد وزوجته بيبقى عندهم محطات في حياتهم لا حتى الموعيد الخاصة الخاصة يا بيك يا بيها تلاقي شريكك مهتم او حتى الروتين اليومي اه انا عرفت ان انت هتتأخر كذا فانا عملتلك الباكت ده عشان هتجوع لأ انا عارفة ان انت كذا فبتبقى عشان جدا فانا عملتلك العسر وحطتلك مش عارفة تزنك عشان الفيتامين حتى لو روتين يوم بتفرق كتير جدا جدا انتو عارفين ايه اللي بيفرق بيفرق علشان عشان مفيش واحدة فرق لأيه عملاله الباكت بتاع مش عارفة ايه الملفوف في الطست محطوط في ايه وملفهوله في الفيل ده احنا بنشوف بلاوي احنا بنسمع قصص بلاوي مش بس لغات الحب الخامسة فيه كمان عارف وفاهم حاجة من لغات الحب اسمها لغة الحوار والكلام لغة الحوار والكلام امتى تقول الكلمة وامتى ما اقولش امتى تبقى فيه كلمة وامتى تبقى فيه طبطبة امتى اقول اللفظ اللي هي محتاجة تسمعه وما استنهاش تسألني وانت بتحبني وانت شايفني جميلة كارسة مصيبة وانقسم بالله لو قالت زوجها كده زوجها مصيبة مصيقة عنافضه ليه تخليها عندها احتياج وشكناه وانت بتحبني وانا بتكني ليه مشاعر طيب طب وانا حلوة في عين يا نهارة بياد كارسة كارسة ومسك الرجل اللي زي دوت يبقى بص مش مش باع زوجته عاطفية اشتركوا في القناة